السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف نرى كاملين درس اليوم هو درس جديد القدرة الكهربائية La Puissance Electric هذا الدرس يعتبر من الدرس الثاني لم يحوار الكهرباء من بعد ما كنا شفنا الفيديو الأول اللي كيهضر على المقاومة الكهربائية قانون أوم معزز بتمرين تطبيقي وقمنا عودتاني بسلسلة من التمرين حول درس المقاومة الكهربائية اللي تطرقنا فيها على جميع الأسئلة اللي تقدروا تحطو فالموحد واللي قدروا نعرفوهم مجموعين إذن على بركة الله الدرس اليوم هو درس جديد القدرة الكهربائية إذن أول حاجة يخصى نعرفوه على القدرة الكهربائية اللي تطرق عليها هو مفهوم القدرة يعني شنه هي هالقدرة وشن المدلول ديال واحد الحرف اللي يخصى نعرفوه مجموعين إذن نستعمل في حياتنا اليومية عدة أجهزة كهربائية تحمل بالإضافة لتوتر استعمال يعني تقولوا توتر استعمال هي واحد القيمة حدها حرف V اللي هو التوتر هي تسمى التوتر الإسمي يعني أي جهاز أي جهاز عندنا مني كان نشاهدوا في اللصيقة دياله واحد الورقة كتكون فيه من الوراء دياله ولا القدام كتلقوا فيها واحد الأعداد ولا أرقام ولا مقادر فيزيائية عند الوحدات دياله مثلا تلقوا مثلا 220V 220V يعني أن الجهاز يعني باش نستعمله بكيفية عادية يخصى ندخلوا لي واحد توتر 220V بالإضافة لهذا التوتر تلقوا واحد القيمة مصحوبة بالحرف W هذا الحرف W هو الدرس ديال اليوم لنعرف ماذا هو المدلول دياله مثلا هذه الميكوات تلقوا فيها واحد اللاصيقة مكتوب عليها واحد القيمة بالفولت واحد القيمة الثانية بالحرف W كذلك في المصابح تلقوا مثل هذه المصابح اللي الإنارة ديالها بالصفرة قد تكون لدينا أما 75W ولا مصباح أخر للقيمة دياله قد تكون 100W إذلك W ما مدلول هذا المقدار هذا التساؤل لنقدره نتسأله عليه كامل مثلا ناخدوا واحد تجريبة باش نوضح فيها أهمية هذا الحرف W كيف كان شوفوا المصباح رقم جوج بين مضوء مزيان يعني إنارة قوية بينما المصباح رقم واحد إنارة ضعيفة ولكننا نلاحظوا دوك المقادر الإسمية إلاش إنه بالنسبة للمقدار المصباح الجوج مكتوب عليه 12V يعني 12V بالإضافة إلى 21W ولا W أما المصباح الواحد عنده نفس القيمة ديالتها والتورة هي 12V لكن مغاير بالنسبة للقيمة اللي فيها هذه فيها خمسة إذن شنو التساؤل المطروح ولا شنو الملاحظة نلاحظوا أن المصباح الجوج هو أكثر إضاءة مقارنة مع المصباح الواحد إذن شنو هو الاختلاف اللي كان في المصباحين جوج هذا هو التساؤل عندنا 12V بالنسبة للمصباح الثاني الجوج و 12V بالنسبة للمصباح V لكن هناك الاختلاف ديال القيمة اللي مكتوب عليها W إذن كيف شنو يضع المصباح الجوج أكثر من المصباح الواحد إذن ما سبب ولا ما السبب في اختلاف شدة إضاءة المصباحين تحت نفس التوتر اللي هو 12V نفس التوتر 12V كامل يعني واحد التوتر يساوي 12V مفهوم إذن اختلاف الإشارتين و 5W و 5W أما المصباح الثاني و مكتوب عليه 21W و لأن القيمة التوتر 12V للاخرية 12V إذن الاختلاف فقط في القيمة 12V إذن اختلاف الإشارتين 21W و 5W المسجلتين على المصباحين إذن الاختلاف هو كالتالي تمثل 5W القدرة الكهربائية التي ترسل اليوم للمصباح الواحد و نكتب P حيث القدرة الكهربائية بالفرنسية هي la puissance و دائما نحن نختار ناخد الحرف P إذن بالنسبة للمصباح الواحد القدرة الكهربائية P تسوي 5W بينما المصباح رقم جوج تمثل 21W هي القدرة الكهربائية و نكتب P تسوي 25W نقول إذن نقول أن للمصباح الجوج قدرة كهربائية أكبر من القدرة الكهربائية للمصباح الواحد نبغى ندوز التعريف تعريف القدرة الكهربائية القدرة الكهربائية هو مقدار فيزيائي نقول مقدار فيزيائي هو عدد عدد 24 20 120 و عدد يدل على مدى تفوق جهاز كهربائي في الآداء ما تقول في الآداء إما إضاءة أو تسخين أو غير ذلك في هذا الفيديو نعطينا المثال بين المصباحين وبالتالي ف القدرة الكهربائية عندما تكون كبيرة فإن فإنها دليل على أن هذا الجهاز اللي عنده القدرة كهربائية كبيرة هو أكتر أداء ولا تقول أكتر إضاءة من المصباح الذي له قدرة كهربائية صغيرة يعبر كذلك عن القدرة الكهربائية في النظام العالمي للوحدات بالواط ويرمزلها بالحرف W دبندز من بعض المضاعفات وأجزاء الواط ما تقول المضاعفات وأجزاء الواط دائما الأجزاء تكون للوحدات الصغيرة من الوحدة العالمية يعني الوحدة العالمية للقدرة الكهربائية هي W يعني الواط يعني ما تقول الأجزاء يعني هتكون شيء وحدات تحت منها مثلا الميليواط الميليواط فهي تصفر من الأجزاء من الواط بينما الكيلو واط والميجا واط والجيجا واط فهما أكبر من الوحدة العالمية وهي الواط وبالتالي كنت تعتبره من المضاعفات من المضاعفات الواط ديباندوزو التحويلات بعض التحويلات كتنفعنا في التمارين مثلا واحد ميليواط كتسوي هي 10.2-3 واط ولا كنقسمو على 1000 لأن القيمة دي الميليواط كنقسمو على 1000 باش عطينا بالواط إلا عدنا واحد كيلو واط وبنحولوها الواط كنضرب القيمة في 10.3 ولا كنضرب في 1000 الميجا واط كتسوي 10.6 واط بينما واحد جيجا واط كتسوي هي 10.9 واط وإحنا غالبا في التمارين تلقاو الكيلو واط والواط غالبا كعطيونا التمارين بالكيلو واط وإحنا كنحولوهم الواط ديبان شوفو كتش كنستعملوا الميليواط والميجا واط الكيلو واط والجيجا واط حاجة عادي هي الميليواط فهي قيمة صغيرة إذن كتستعمل كتستعملوها في بعض الابياث تكونوا في تكونوا صغار مثلا في الراديو ولا في الهاتف ولا في تلفاز مثلا في هذه الحالة هذا اللي كيبير لكم هنا هو ترونزيستور بالنسبة الكيلو واط كنلاحظو مثلا بحل آلة الغسيل وآلة مثلا تلاجة الغير الغير ولا فورن كهربائي بالنسبة الميجا واط والجيجا واط فغالبها تكون في القطارات وغير مثلا تجربة إلى آخره إذا السؤال المتروح ما العلاقة ما علاقة القدرة الكهربائية للمصباح بين بالتوتر الكهربائي بين مربطيه وشدة التيار الماربي إذن بالنسبة لهذا السؤال كنا شفناه من قبل ولكن بمقادير أخرى في السؤال في الدرس الصابق للمقاومة الكهربائية وكان على الشكل التالي كانت السؤال هو ما علاقة التوتر الكهربائي والمقاومة الكهربائية وشدة التيار المار فيه وبالتالي كان السؤال هو قانون للتوتر يساوي المقاومة في شدة التيار إذن هنا مع علاقة القدرة الكهربائية في المصباح بالتوتر الكهربائي بين مربطيه وشدة التيار المار فيه وهي إذن مع علاقة ب و و إذن العلاقة هي ب تتساوي مضربة في شدة التيار وهنا سنشوف واحد تجربة بسيطة هنا أخذ واحد مصباح مقادر اسمية دياله 12 و 5 و و دبما قل و 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 هنا بالنسبة الجهاز الأصفر هو مضبوط على القيمة على الفولت بينما الجهاز الذي فيه الأسود هو مضبوط على القيمة أمبر يعني شدة التيار هنا بالنسبة للصانع من المصباح قالنا هذا المصباح يخدم 12 و القدرة 5 و يعني هنا أعطيناه بالنسبة للقيمة 12 12 الفولت كما بين في الجهاز الأصفر يعني 12 الفولت وبالتالي سنحسب القيمة U التي هي 12 الفولت سنضربها في شدة التيار A ل 0.41 و سنحصل على القيمة التي هي 4.92 و و كيف اللحظه 4.92 و قريبة جدا من القيمة القدرة الإسمية لا يمكن القدرة الإسمية اللي هي القيمة المكتوبة على الجهاز ف تجريبا لدينا الجهاز هو المصباح وبالتالي كنستندج أن الجداء من ديال التوتر U مضرب في E يعطينا P إذن يعبر عن العلاقة ولا عن القدرة الكهربائية للمصباح المتهج بالعلاقة P تتساوي U مضربة في بحيث P هي القدرة الكهربائية للمصباح وحدتها الواط W بينما U هو التوتر بين مربطي المصباح الوحدة بالفولت وأخيرا E هي شدة الطيار الكهربائي المربط المصباح والوحدة الامبر المصباح للمصباح الفقرة الثانية هي القدرة الكهربائية الإسمية كما تقول القدرة الكهربائية الإسمية فهي تعتبر كإسم أي جهاز كهربائي تلقى في واحد للصيقة تكون أما في الظهر أما الأمام تكون فيها مثلا تلقى 220V هذي 220V هي هو التوتر الإسمي لهذا الجهاز ومثلا إن لقينا مثلا 15W هي القدرة الكهربائية الإسمية لهذا الجهاز لك مفهوم هنا نأخذ تجربة أخذينا مصباح كيف لدينا المقادر الإسمية هنا 12V هو التوتر إسمي وخمسة واط هو هي القدرة الكهربائية الإسمية إذن الصانع من تقول القدرة إسمية تقول لنا الصانع أن أنا صنعت هذا المصباح بش يخدم لنا بوحد صيفة عادية يعني بلما يقوم الإطلاف دياله ولا يكون إضافة ضعيفة خدموه 12V مثلا فالحالة دخلنا لدينا توتر في هذا الجهاز هذا بالصفر المصباح 6V وبالتالي قيمة قليلة مقارنة على توتر إسمي لدينا 12V وبالتالي سيمر في شدة تيار كهربائية لإيك تساوي 6.29 هنا يكفي أن نعرف القدرة الكهربائية لمرة في هذا المصباح يكفي أن نضرب 6V مضربة في 7.29 وهذه نحصل على واحد القيمة غالبا تكون قل من 5W وبالتالي فإن التوتر بين مربطي المصباح أقل من القيمة المسجلة عليه وهي 12V وبالتالي هنا إضاءة ستكون ضعيفة جدا لماذا حيث إلي شدة بي وبغير نحسبها سنضرب مضربة في يعني 7.27 سيجد 1.74 واط بينما الإضاءة التي تكون نرمال وليس تكون إضاءة عادية سنحصل على 5W كما قلنا الصانع يعني لكي تخدم الجهاز بصفة عادية وضوية جيد ستكون القدرة الكهربائية للجهاز هي 5W هذا نمر الجريبة أخرى لكن في هذه المرة سنحافظ على دخلنا لكي تكون 12W كما مكتوب في الجهاز الأصفر هو V وغير فيها شدة التيار 0.41 إذن يكفي لكي نعرف القدرة الكهربائية يكفي أن نشد 12V يعني التوتر U 12V من ضربة شدة تيار E 0.41 وبالتالي هنا سنلاحظ دخلنا لدينا توتر 12V وهي القدرة اسمية 12V إذن التوتر بين مربطي المصباح مطابق للتوتر المسجل عليه إذن إضاءة المصباح ستكون هنا عادية وإذن نحسب القدرة الكهربائية يكفي أن نشد 12V ونضرب ها 0.41 يعني التوتر U مضرب في E غلقة 5W وهي 5W وبالتالي قدرة المصباح غلقة مطابقة للقدرة المسجلة عليه لغلنا الصانع دبا تجربة أخرى لكن سنأخذ واحد توتر كهربائي وهو 16V يعني أكبر بكثير من 12V للتوتر عسمي لهذا المصباح هنا التوتر بينما ربطي المصباح أكبر من توتر المسجل عليه يعني حاجة عادية إضاءة المصباح ستكون مفريطة وتقدر تؤدي الإتلاف دياله وعلي حيث هو ما يتحمل كثير من 5W هنا إذا نحسب القدرة سنشد 16V سنضربها شدة التي التي في الحال 7.48 سيجد 7.68 إذا أكبر بكثير من 5W وبالتالي جهاز ستكون إضاءة مفريطة جدا وسيؤدي إلى الإتلاف دياله هنا يشغل المصباح بصفة عادية وقت عندما يكون التوتر بين مربطيه مطابق للتوتر المسجل على قاعراته القاعرات هي ذلك التي تكون تحت المصباح تكون كتبت فيها مثلا 220V أو 15V أو غير ذلك يعني من ما يقول هنا يشتغل المصباح بصفة عادية عندما يكون التوتر بين مربطيه مطابق للتوتر المسجل على قاعراته يعني يجب أن ندخل لي واحد توتر لك مثلا ندخل إذا هناك القيمة للتوتر 12V يجب ندخل إليه توتر 12V وبالتالي سيكون مسمي أنه يعمل بصفة عادية حتى ثانيا وتكون قدرته الكربائية في هذه الحالة مطابقة للقيم المسجلة عليه من طرف الصانع إذا دخلنا له توتر احترم من توتر لك كتب الصانع إذن Automatic Mo سوف ندخل شدة توتر وضبنا شدة التيار سيجد نفس القيمة نفس القدرة نفس قيمة القدرة الكهربائية التي تجملك الصانع كانت مثلا 5W وإذا ندخل التوتر المطلوب ضبنا شدة التيار وضبنا 5W ولا أجل قريب له قليلا تكون ارتيابات لكن غالبا تكون نفس القيمة هنا اخذينا المصباح 5W وإذا نقول W نسمى 5W ل هذا المصباح بينما التوتر وهو 12V وهذه 5W تسمى القدرة الاسمية القدرة الاسمية و 12V هذا هو التوتر و تسمى التوتر الاسمي المصباح إذا القدرة الاسمية لمصباح كهربائي هي قدرته الكهربائية عندما يشتغل تحت توتره الاسمي تقول عندما يشتغل تحت توتر الاسمي يعني حيث كان حافظ و ندخل له مثلا التوتر المطلوب 12V ندخل 12V هنا تسمى مني نحسيب سعاد القدرة القدرة الاسمية لمصباح الكهربائي هي قدرته الكهربائيه عندما يشتغل تحت تروهي الاسمي ثالثا القدرة الكهربائيه المستهلكة من طرف جهاز التسخين هنا هنشوف امثلة لبعض اجهاز التسخين مشوات خبز هنا هي جهاز تدفئة هنا هي جهاز كهربائي لتسخين الماء الى غير ذلك مكوات وفرن كهربائي ثالثا نأخذ واحد تجريبه هنا تجريبه هنا اخذه بغيروا يعرفوا القدرة الكهربائيه المستهلكة من طرف مكوات من طرف مكوات هنا هي المكوات بالنسبة لـ 120 فولت هذا هي تسمى التوتر الاسمي بينما 1200 واط هذه هي القدرة الكهربائيه الاسميه لهذا المكوات من طرف مكوات هنا منك نلاحظوا بالنسبة لـ A جهاز الامبير متر تحتمنه واحد واحد الرمز اللي تحتمن A والذي تحتمن V وتحتمن G هذا كتسمى بالنسبة لـ بالنسبة لنا على الجهاز الامبير امبير متر هنا تقولك ان شدة التيار الكهربائيه ليست توتر مستمر هذا الرمز للتيار متناوب جيبي سعبين فهمين كذا هو مثال التوتر متناوب جيبي إذا استنتاج هنا تساوي القدرة الكهربائيه للمكوات قيمة الجداء U-E مضربة في E هذه E هي كنضيفها عندما يكون التيار متناوب جيبي كيبكت لكم ذلك الرمز لي ما تكونش خط متقطع وتحتمنه شرط لك تسمى تيار مستمر مفاهمين إذا وأخيرا تكتبوا العلاقة P تتساوي U-E مضربة في E بحيث P هي الوحدة ديالها بالواط والتوتر بالفولت وشدة التيار بالأمبير أهمية المقادير الإسمية لأجهزة الكهربائية هنا يحدد التوتر الإسمي لجهاز كهربائي التوتر الملائم لاستعماله من أجل أول حاجة للشغال الجهاز بكيفية جيدة تاني حاجة للحفاظ عليه من الإتلاف وأخيرا تجنب الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الغير ملائم متان حريق أو أضرار بدنية إلى غير ذلك إذن هذه المقادير الإسمية التي تكون في اللاثيقة على الأجهزة مهمة جدا وكثنا ضروري نتبعوا نحافظوا على ذلك المقادير وندخلوا لهم محتوى التوترات ملائمة لهذا الجهاز إلا يقوم أما بالإتلاف دياله أولا يقدر السببين بأخطار لتقدر تكون خاطرة جدا إذن القدرة الكهربائية تمكن لجهاز كهربائي من التعرف على مستوى آدائه أولا ثانيا من تحديد اختيار وسائل الحماية مثلا الصهيرة أو فاصل القاطعة التيار إنما تقولوا الصهيرة هي تلعب واحد دور مهم هي تركب دائما أمام الجهاز المطلوب وبالتالي هي كتكون عارفة أن الجهاز إلا مرفيه واحد تيار كهربائي يفوق القدرة يفوق التيار اسمي أولا القدرة اسمية أو التوتر اسمي اللي مسموح به يعني منك تشوف الخاطر غادي يسبب بأما الإتلاف ديالجهاز والهذا كياف هي بعدها مكونة من واحد سوليك رقيق جدا منك تمر فيها واحد تيار كهربائي يفوق من الطاقة دياله كي تقطع وبالتالي ما كي يمرش دك الخاطر ولا كي تمشي خاطر وكي يمرش دك التوتر ولا التيار المرتفع اللي قد يسبب بالجهاز يعني كتقطع وكتفصل الجهاز عن الكهرباء وبالتالي هي كالدور ديالها دور الحماية كمعلومة كلها كإضافة الخلاصة الخلاصة التي خرجنا منها أن القدرة الكهربائية لديه مقدار فيزيائي وحدته الواط القدرة الإسمية لجهاز كهربائي هي قدرته الكهربائية عند تشغيله تحت توتره الإسمي و القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف مصباح التوهج أو جهاز التسخين هي P تساوي التوتر مضرب في شدة التيار بين قوصين نعوض هذه العلاقة P تساوي U ف أ بقيمة التوتر و شدة التيار بقيمتهما الفعالة قيمة الفعالة هي جهة إفكاس يعني ما يريدون أن يكون عندي توتر متناوب جي بي يعني ما يريدون أن يكون عندي توتر متناوب جي بي عنده كتكون مثلا الأمبير ميتر هو هذا ضاير كتكون أن داس رمز أولا و أن داس رمز فعالة متناوب جي بي إذا لو أن أنا رمز متناوب جي بي تقول علي العلاقة هي P تتساوي كتكون عندنا F وأO هذه الأكل الأساسي العادية نزيد و احنا جديد آهنا فحالة إذا كان متناوب جي بي إذا إذن قلنا تعاوض قيمته التوتر وشدة الطيار بقيمتهم الفعالة في حالة الطيار المتناوب الجيبي هنا ما كاملات دون كرا دبارا فهمتوا للمعنى ديالها يجب الإطلاع على المقادر الإسمية للأجهزة الكهربائية قبل استعمالها لأهميتها في ضمان اشتغالها بشكل جيد وكذلك الحفاظ عليها والسلامة من الأخطار إذن بهذا القدر سنكملنا الدرس الثاني في محور الكهرباء اللي هو درس القدرة الكهربائية تعرفنا على مقادر جديدة اللي هو الحرف P هي القدرة الكهربائية كنا شفنا في الدرس السابق درس المقاومة الكهربائية اللي كنا ديتشفنا فيها التوتر U وشدة التيار U دا بتزادنا مقتر واحد ليه هو P اللي اللي هو حتى العالمية دياله هو الواط رمزي لها W إذن في هذا القدر تقول لكم إلا أعجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بزر الإعجاب وضغطو على واحد بوطنة أحمرة فيها اشتراك أو أبوني أو لا سيبسكرايب في حالة إلا ما كنتوش مشاركين في القناة أولا كنتو شفتو الفيديو أول مرة ما تنسوش كانين دروس قادمة إن شاء الله نحاولو نديرو قبل بعدها تمارين تطبيقية وسلسلة من التمارين الخاصة بهذا الدرس اللي هو درس ليوم القدرة الكهربائية لما شافش الفيديوهات السابقة كين الدرس الأول في محور الكهرباء اللي هو ديال المقاومة الكهربائية قانون أوم بالتمارين تطبيقية ديالها وسلسلة من التمارين المهمة جدا لكتلق على الأسئلة اللي تقدر تكون تلقوها في الجهوي بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي وبهذا قدر تنقول لكم أي تساؤل حاولوا تخليوا لي في تعليق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وباتنسوش بارتاجيوا الفيديو مع الأصدقاء باش كل شيء إن شاء الله يستفد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة